تحية محبة وأخوة واحترام لك عزيزة المشاهدة ولك عزيز المشاهد تحدثنا في الحلقتين عن أطوار الجنين في القرآن وخضوع لمعرفة التي وجد أهل عصره عليها فيما يخص هذا الموضوع ولا دقلة لعلم الأمبرولوجي علم الأجنة كما يتوهم شيوخ الإعجاز هذه المراحل والأطوار التي يمر منها الجنين في بطن أمه كانت معروفة قبل الإسلام بمئات السنين كما رأينا عند الطبيب الإغريقي كلوديوس غالينيوس في القرن الثاني الميلادي وقبله بمئات السنين عند الفلاسفة والإطباء العصور القديمة كبيتاغورس كما قلنا وأريستو وأبوكراط وغيرهم وكذلك في الديانات السابقة للإسلام كاليهودية والمسيحية ولعل أكثر شواهد شهرة في الكتاب المقدس لليهود والمسيحيين ما جاء في سفر أيوب الإصحاح عشرة من عشرة إلى اتناش ألم تصبني كاللبني وخثرتني كالجبني كسوتني جلدا ولحما فنسجني بعضام وعصب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي وهذه النظرية لم تعد مقبولة في عصرنا الحاضر ففي القرن السابع عشر الميلادي بدأت تورة معرفة حقيقة تطور الأجنة كما سبقت الإشارة في الحلقتين السابقتين باكتشاف الحيوان المنوي بواسطة مجهر بداي من طرف الطبيب الهولندي أنطوني فيليب فان ليفن هوك سنة 1677 ميلادية فالاعتقاد السائد قبل هذا التاريخ كان مبنيا على وجود قزة بشري يزرع في رحم المرأة أثناء الجماع فيكبر كنبات إلى أن يصبح جنينا كاملا وهذه النظرية كما قلت سابقا تدعى سبيرميزم بينما بعد هذا الاكتشاف أصبح يسمى بسبيرم وهي خلية ذكرية حية وليست ميتة كما هو الحال في نظرية سبيرميزم بالإضافة إلى اكتشاف الأوفوم أو الأوفيل من شكله الأوفال أي الدائري على يد العالم الروسي كريسيان هانريش فون باندر وزميله العالم الإسطوني من أصل ألماني كارل إرنيست فون باير في سنة 1827 ميلادية وهي ما تسمى بالبويضة الأنتوية وعند تلاقح الخليتين تبدأ عملية التكوين الجنين الفعلية فقبل هذه المرحلة في لحظات الجماع بين الرجل والمرأة ينطلق سباق ملايين الحيوانات المنوية في رحم المرأة نحو البويضة الناضجة فيتكون تاج من الخلايا الذكورية حول جدار البويضة ولا يقتحم هذا الجدار سوى حيوان منوي واحد يحمل نصف صبغات وراتية كروموزوم أو كروموزوم أما البويضة الأنتوية فهي كذلك تحمل نصف الصبغات الوراتية وبعد التلقيح تتفاعل خليتين لتصبح خلية واحدة كاملة بـ 46 كروموزوم ومن هنا تبدأ مراحل تطور الجنين من خلية واحدة مخصبة تسمى الزيغوت تنقسم على نفسها لتكوين الأعضاء وقد قدم لنا العالمين الألمانيين ريتشارد فان هيرتويغ وأخوه الأكبر أوسكار هيرتويغ سنة 1876 ميلادية تعريفا لهذا الفصل الأول وهي الخلايا الجنية تبدأ بتطور الزيغوت إلى مورولا أو ما تسمى بالثمرة التوثية ثم البلاستوسيست أو ما تسمى الكيسة الأوريامية وتستمر عملية تطور الخلايا الجنينية حتى تصل حجمها في الأسبوع الثامن حوالي 3 سنتيمترات ينتهي فصل الخلايا الجنينية في نهاية الأسبوع الثاني عشر ثم يبدأ الفصل الثاني بين قوسين الجنين الحي فيتوس أو ما تسمى بالحميل وبها عدة مراحل تبدأ بوضعية فيطار يكون الظهر منحنيا نحو الأمام والرأس والأطراف مشدودة نحو الجدع بين قوسين الصدر والبطن والحوض وتتميز هذه المرحلة بتطور الأعضاء وبدايات تأدية وظيفتها وتنتهي في الأسبوع الرابع والعشرين ثم يبدأ الفصل الثالث أي الجنين الكامل من الأسبوع الخامس والعشرين إلى الأسبوع الأربعين وهي مرحلة الولادة فإذا ولد الجنين ما بين الأسبوع خمسة وعشرين إلى ثلاثين من الحمل يكون جنين خدج مبكر وما بين ثلاثين أربع وثلاثين يكون خدج معتدل أما ما بين ثلاثين وثلاثين أسبوع من الحمل يكون جنين خدج متأخر أما فيما يخص جنس الجنين فيتحدث بحسب الحيوان المنوي للرجل بين قوسين سبير الذي يحمل كروموزومات XY بينما البويضة الأنتوية الأوفيل تحمل كروموزومات XX فالذكر يعطي Y بينما الأنت تعطي دائماً X وبالتالي يكون مولود ذكراً XY أما إذا أعطي X مع X المرأة فالمولود يكون أنت XX إذن الرجل من يحدد جنس المولود وليس المرأة ودخول الحيوان المنوي في البويضة أثناء الجماع يحدد جنس المولود ولا ينتظر أكثر من أربع أشهر بعد مرحلة المضغة لينزل الله الملاكة لينفخ الروح في الجنين ويحدد جنسه كما جاء في الأحاديث النبوية حيث رأينا في الحلقة السابقة عن ابن مسعود في هذا الحديث وخلاصة القول إذن بحسب علم الأجنة في عصرنا الحاضر توجد عدة مراحل لتطور الجنين والحيوان المنوي حي منذ قد فيه أثناء الجماع وهو يتحرك بالملايين بواسطة ديل نحو البويضة الأنتوية فيلقحها فرض واحد من هذه الحيوانات محددا جنسة المولود ثم يبنى جدارا قويا حول البويضة مخصبة حتى لا يدخلها حيوان منوي آخر ومن هنا تبدأ مراحل تطور الجنين وتدوم مدة الحم تسعة أشهر على أقصى تقدير وليس سنتين أو أربعة أو حتى خمسة كما يتوهم أتباع المذهب المالكي فشتان بين العلم والاجتهاد الفقهي والمذهبي إذن القرآن ينقل لنا بأمانة مرة أخرى مراحل أطوار الجنين بحسب علوم القرن السابع الميلادي مخاطبا أهل زمانه بما يعرفونه منذ مئات السنين قبل الإسلام وبالتالي يكون القرآن شاهد على عصره والغريب أن بعض المفكرين والأساثذة المسلمين يلون عنق النص القرآني ليوافق بتعسف ما وصل إليه علم الأجنة في عصرنا الحالي بل يطلقون كلمات قرآنية كالنطفة والعلقة والمضغة والأمشاج على مراحل تطور الجنين ليهموا طلاب علوم الأحياء وكل من يريد معرفة علم الأجنة في بلاد المسلمين بحقيقة هذه المراحل التي أكل عليها الذهر وشرب نعود لموضوع أهل الكهف ضمن سلسلة حلقات البيئة التي ظهر فيها القرآن وكنا تحدثنا عن الجدلية اللاهوتية بين المداهب السوريانية فيما يخص طبيعة قيامة الجسد بعد الموت التي ناقشها القرآن في صورة الكهف الآية من 9 إلى 26 والبقرة 259 لتكملة هذا الموضوع انتظرونا في الحلقة القادمة وإلى اللغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر